السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو المبهر لدينا الجديد العاجل على المحترفين المغاربة تحديداً مع القبيطان وغنم سيس يوسف نصيري سوفيان بوفال ومفاجأة سالم أم الله زائد الكلام سيكون لحاكم زياش إضافة إلى الغول يادور عبد الرزاق وكالعادة السرد لكل هذه المواضع ما التحليل وما شبه ذلك كما مولفين أكيد سيكون بالمختصر المفيد لذلك بدون أي تأطالة ندخلهم مباشرة في الموضوع والبداية ستكون سريعة جداً مع المعلق حفيد دراجي اللي واضح أن المدة الزمانية الطويلة اللي قد دعها في قطر خلاته ينزل الجزائر كيفاش ديره وكيفاش ولاش بحيث الباري حنشر عبر حسابي الرسمي في تويتر بعض الصور وبدأك يمدح في بلاده وكعد ضمها وما إلى ذلك ولكن المشكلة من بين هذه الصور حطلك صورة ديال مدينة إفران على أنها منطقة في الجزائر وكما كيبال لكم الأصل والحقيقة هي اللي على يصار الشاشة والصورة كانت بتاريخ 8 فبراير 2020 وعلى يصار الشاشة هي الأشياء التي يدعيها في الدراجي على أنها صورة من الجزائر وطبعاً الدراجي تلقى من بعد انتقادات كبيرة وكثيرة جداً ورغم ذلك أصر إصراراً وألحى إلحاحاً لأنه لا يحيد الصورة بتاتاً وبين قوسين أي واحد كان ممكن يلتمس له العذر ويقول أنه يمكن ما كانش عارفه الناس كانت غلط عادي جداً ولكن فاش عرف بأن الصورة منسوبة للمغرب وليست للجزائر وحد الآن ما زال نقصح رأسه وما بغيش يحدث الصورة نهائياً إذا الآن أصبح متعمد أو بما أنا أصح متعنت لأن الأمر ببساطة متعلق بالمغرب لأنني على يقين لو طرع لي هذا البلان مع قطر مشالين كان غادي يحدث الصورة على الفور المهم كان هذا فقط توضيح بسيط ليس إلا أما عن الدولة المغربية الآخر سوفيان بوفيل فالبارحة كنا قلنا عليه بأنه كان أخبار كتقول أنه غادي انتقل للسيد القطاري الجديد اليوم وحسب آخر الأخبار من الصحافة القطارية كتقول أنه غادي وصل غدالي قطار والوجهة دياله غادي تكون إلى الريال القطاري ماشي نادي السيد وقبل ما يوقع للعقد غادي يخضع لي فحص طبي في مركز سبيطار وهذا اشتراه من مصادر موتوقة طبعاً كقانوات الكأس القطارية يعني بنسبة 99% بوفيل إلى الدورة القطارية أموماً قد مني يتأكد الخبر بشكل رسمي سيكون له كلام مطول جداً والآن تقلوا مباشرة إلى كابيتانو رومان غادي سيس فحسب صحيفة ديالي ميل بتاريخ اليوم طبعاً قالوا بأن نادي نوتانجهان فوريس يحاول بشيضم الدولة المغربية غانم في هذا المركات الشيشوي بحيث المدرب الويزي سيف كوبر يقلب على مدافع جديد لفريقه نوتانجهان في هذا يناير ويشوف بأن غانم رومان هو المدافع الأنسب بحكم الخابرة اللي عنده في الدورة الإنجليزية ممتاز إلا أن إدارة نادي بشيكتاش الشركي كيف يرفض لحدودي هذه اللحظة كل إغراءات الليش قدمت بها إدارة نوتانجهان لبيع عقد الدولة المغربية غانم سيس وباش نكونوا على بينا فقط نادي بشيكتاش ما غاديشي فرض في الدولة المغربية غانم وهذا شي لياعيه جيداً مسؤولي نادي نوتانجهان لذلك قلبه السيد سعود والآن هما في محادثات مع قتل شكو مادريد بشأن المدافع البرازيلي فليبي أغوستو دي أرميدا مونتيرو وباختصار كان هذا فيما يتعلق بالمدافع غانم أما عن الدولة المغربية الآخر سليم أمن الله فكما عارفين بأن الانتقال ديرو إلى بلد الواليد مسألة وقت ليس إلا وفعلاً كان متواجد مؤخراً ببلد الواليد ولكن مفاجأة اليوم وهي الشركة التي تدير أعمال أمن الله سليم لقيت عرض آخر للمغربي وهذا المرأ من نادي ألماني وهو هيرتابيلين اللي هو الآخر تخلى للخط وبغي يختف ليك أمن الله قبل ما يوقع بشكل رسمي مع نادي فالدوليد بل أكثر من هذا النادي الألماني بغي يدي المتسحيل بشير بحسبقات الدولة المغربي وهذه الأخبار دير بوم حالياً في الصحافة البلجيكية طبعاً واللي خلت صحافة شوص روديقا اللي كي يشغل في صحيفة مارك الإسبانية ينشر تدوينه قصيرة جداً واللي كانت كتشالي كالما أمن الله في إشارة إلى أنه بغي يوصل رسالة لجماهير بلد الواليد اللي كي حتم فيها على الهدوء بخصوص ملف انتقال مغربي على العموم في الساعة القليلة القادمة غادي تم الإعلان عن انتقال أمن الله بشكل رسمي ولكن واش إلى بلد الواليد أو هيرتابيلين هادش اللي غادي نتعرفوه لي قريباً وبين قوصي المركات الشتوي غادي سالف 31 يناير يعني بقتليه الساعة قليلة جداً ولكن مفاجأة ومنذ لحظات قليلة جداً وحسب الليكيب الفرنسية قالت لك أن نادي باريسان جرمان حالياً يتفاوض مع نادي تشالسي على حاكم زياش ونفس الصحيفة قالت أن حاكم زياش سيرحب بعرض المقدم من طرف النادي الباريزي ومع نفس المصدر زاد وقال أن المحادثات تتقدم بسرعة كبيرة جداً وأيضاً مصادر أخرى تقول أن مسألة وقت ليس إلا وستكتمل الصفقة بشكل رسمي ونحن نكون واقعيين في حالة ما تمت هذه الصفقة إن شاء الله حاكم زياش للأسف سيكون بادي لينبابي وميسي ونيمار بمعنى نسبة المشاركة دياله ستكون ضائلة جداً عموماً لا نسبق الأحداث حتى يتم الإعلان رسمي أما عن يوسف نصيري فهناك إحصائية له رائعة جداً والتي تقول أنه منذ بداية سنة 2023 المغربين نصيري في صدارة لعبيت دوري إسباني الأكثر إحرازة للأهداف في جميع المسابقات والذي طبعاً دوري وكأس المالك وكأسه الإسباني بالأكثر من هذا متفوق لك على العمالقة التي منهم والفرنسي كاريم بن زيمة اللعب الميرنغة ريال مادريد الذي سجل حتى الآن خمسة أهداف والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بارشلونة بأربعة أهداف وطبعاً يوسف الأكثر تهديفاً بستة أهداف اللهم زيد وبارك والذي واضح لنا جلياً بأن النية ديالواليدر جراغي دائرة أخدم تمزيام عنصار يوسف بحيث مني نرجع من كأس العالم وكيقدم في مساويات كبيرة جداً اللهم بارك وزيد في ذلك ومن يوسف أنصير انتقل مباشرة إلى مهاجم الآخر عبد الرزاق حمد الله للبارحة أمتع وأبدع وخلق الحدث في نهاي كأس سوبر بعدما سجل هدفين لفريقي الاتحاد ضد الفيحة المهم عبد الرزاق لم أطلع مش في الهدف الأول والذي كان تحديداً في الدقيقة الثالثة من زمن الشوت الأول بعدما تلقت تمريرة من زميله البرازيلي روما رينيو هنا كما كيباليكم المغربي بلمسة واحدة كيسبق لك الكرة ثم المسة الثانية أبن غزة فوق الحارس مؤلناً بذلك كان هدف مبكر الليش أخبط ولا أخبط بي أوراق هذه الفيحة أما الهدف الثاني كان من ضربة ثابتة لنفضل برازيلي إيغور كورونادو بطريقة رائعة جداً واللي حتى بالملمتر فوق رأس الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله ليسجل منا هدف غريب هاتشكوكي خرافي غير متوقع بالمرة اللي أسكن بها الكرة في الشبك وسط فرحة مجنونة من عبد الرزاق وجماهي الاتحاد وكما عارفين في آخر المعطاف لمباراة سالة بي أدفين للسفر وحمد الله عبد الرزاق تحصل على تقييم 8.7 كأحسن تقييم في المباراة وبهذا كنكون وصلنا إلى ختم الفيديو وخير وكلامي معقل ودل وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة